بعد أسبوع من فوزه على زعيمة اليمين المتضرف معي لوبان قصر الإليزي يستقبل رئيس المنتخب إيمانويل ماكرون لتنصيبه رسميا بحسب البروتوكول الفرنسي وسط اهتمام دولي وداخلي إيمانويل ماكرون avant les affaires فييون avant le haut positionnement de ميلانشون à gauche était pas forcément un favori je parle d'il y a quelques mois donc c'est quelqu'un de ces jeunes qui arrivent qui déjou les pronostics qui a réussi qui n'existait pas politiquement parlant il y a encore un an un an et demi je rappelle que le mouvement en marche a été créé en avril 2016 les gens voient ça avec beaucoup d'excitation beaucoup de curiosité parce que tout cela est très nouveau وزير الاقتصاد السابق والمترشح الحر المعتدل أصبح رسميا سيدا للإليزي وتواجهه اليوم عدة تحديات أولها ملف مكافحة الإرهاب ملف مهم ولكن ليس الوحيد في قائمة التحديات بالنسبة للشأن الداخلي هناك ملفات تقيلة وملفات متشاعبة ومتشابكة تنتظره خاصة ما يتعلق بالنسبة البطالة النسبة البطالة في فرنسا هي وصلت إلى أرقام قياسية تجاوزت 10% هناك نقاش طويل عريض فيما يتعلق بالملف أيسا الذي يضم كل أشخاص المسجلين خطر لدى السلطات كيف سيتعامل معهم؟ هل سيتركهم؟ هل سيضيف أشخاص آخرين إلى هذه القائمة؟ إيمانويل ماكرون أكد في كلمته أنه سيباشر مهامه فوراً وأولى المهام الفوز في التشريعيات شهر جوان المقبل يوم تاريخي هكذا وصفت الصحافة الفرنسية هذا اليوم الذي توج فيه إيمانويل ماكرون رئيساً ثامناً للجمهورية الفرنسية رئيس يأتي وآخر يغادر وهي فرنسا اليوم أمام عهدة جديدة لشاب لم يبلغ الأربعين بعد لقناة النهار هدى فتوان من قصر الإليزي باريس